مع تهجي الآية الرابعة من سورة المنافقون تهجي مع أحكام التجويد فلننتبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفتح و همزة قصر إي و إي ذا الفتحة ألف سكون مض الطبيعي و إذا و إذا و إذا را فتحة مع تفخيم را همزة فتحة أ را يا سكون حرفلين رأيت فتحة رأيت ها ضمه رأيته مم سكون مع الإظهار الشفوي رأيتهم 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 و إذا رأيتهم تأضمت عين سكون تعجي من كصر جي تعجي بأضمت تعجيبك فتحك تعجبك 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 و إذا رأيتهم تعجبك همزة فتحة آ جيم سكون مع القلقلة قلقلة قطب جد يعني حروف القلقلة مجموعة في جملة قطب جد آجة آجة سين فتحة آلف سكون مضي طبيعي أجسام ميم ضمه ميم ضمه أجسام ميم سكون مع الظهر الشفوي أجسامهم أجسامهم ما معنى صلي اللي هي على الميم يعني معنى الوصل أولى مع جواز الوقف أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم همزة و وفتحة و همزة كسرة إيه وإيه ننسكون مع الإضغام بغنف الياء المفتوحة لأن الياء من حروف كلمة ينمو وإيه قاف ضمه ووسكون مضي طبيعي يقول لام ضمه ووسكون مضي طبيعي يقول ألف صفر مستدير حرف عل زائد وسط الكلام لا يمتك وصلا ولا وقفا وإيه يقول وإيه يقول تا فتحة تا سين سكون مع الهمس سين سكون مع الهمس تس ميم فتحة ما تسمى عين سكون تسمع لام كسرة لي قا فتحة لقا وسكون حرف لن لقاو لام كسرة لي لقول ها كسرة هي لقوله ميم سكون مع الاظهار الشفوي لقولهم تسمع لقولهم وإيه يقول تسمع لقولهم صلي معناها الوصلة أولى مع جواز الوقف كا فتحة كا همزة فتحة آ كا آ نون شدة فتحة مع الغنة وغنة ميما ثم نون شددة وسمي كل الحرف غنة بادة كأن ها ضمه كأنه ميم سكون مع الاظهار الشفوي كأنهم 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 خا ضم خوشين ضم شو خوشو با ضمتين مع الغنة في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حروف كلمة ينمو خوشو با مو سين فتحة سا موسا نون شدة فتحة مع الغنة وغنة ميما ثم نون شددة وسمي كل الحرف غنة بادة مسنة دا الفتحة دا مسنة دا تا ضمتين مع الإضغام بغنة في الياء المفتوحة مسنة دا تنيا ناقف على التاء المربوطة بالهاء مسنة دا مسنة دا مع نصري الوصلة أولى مع جواز الوقف كأنهم خشب مسنة دا يا فتحة يا حسكون يحسين فتحة سا يحسا دا ضم وو سكون مضة طبيعي يحسابون فتحة نا يحسابون كيف ضم لا مشد فتحة كل يحسابون كل صادق فتحة صا يأسكون حرف لين صيحة فتحة حا صيحة تا قصرتين مع الإظهار الحلقي لأن العين من حروف الإظهار المجموعة في البيت همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء صيحة عين فتحة لا هم فتحة لا على يأسكون حرف لين علي ها قصراه عليه ميم سكون مع الإظهار الشفوي عليهم يحسابون كل صيحة عليهم يحسابون كل صيحة عليهم يحسابون كل صيحة عليهم هاء ضم هو ميم ضم مو همو همزة وصل وسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها بالفتح لام سكون كمرية مظهرة العين فتحة عاء العاء دال ضم دو العدو ووشد ضم العدو العدو هم العدو هم العدو هم العدو هم العدو فا فتحة فا همزة وصل وسط الكلام لا تنتق فتحة حاء سكون فاحذى الذال فتحة ذا فاحذى را سكون مع التفخيم فاحذر هاء ضم هو فاحذره ميم سكون مع الإظهار الشفوي فاحذرهم 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 هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم عم العدو van مستوى الطرفين الوصل أو الوقف كلاهما صحيح هم العدو فاحذرهم قا فتحة ألف سكون مضي طبيعي مع تفخيم الألف لأنها جاءت بعض حرف من حروف الاستعلاء أو من حروف الانضفخيم المجموعة في جملة خص ضغط كف قا قا تا فتحة تا قا تا لا مها فتحة لا قا تلا ها ضمه قا تلاه ميم ضم قا تلاهم اسم الجلالة لا يتهجث الدبان قا تلاهم الله الصلي معنى الوصل أولى مع جواز الوقف قا تلاهم الله قا تلاهم الله قا تلاهم الله همزة فتحة نون شدها فتحة مع الغنة أن ألف صغير مضي طبيعي أن 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 يا ضم يو همزة سكون يو فا فتحة فا يو فا يو فا كاف ضم وو سكون مضي طبيعي يو نون فتحة نا يو فا كون نقف عليه مضي عرض للسكون يو فا كون أن نا يو فا كون أن نا يو فا كون أن نا يو فا كون وإن يتحدث تسمع لحديثهم لفصاحة ألسنتهم وهم لفراغ قلوبهم من الإيمان وعقولهم من الفهم والعلم النافع كالأخشاب الملقاة على الحائط الأخشاب الملقاة على الحائط التي لا حياة فيها هذا مثال للمنافكين كالأخشاب الملقاة على الحائط التي لا حياة فيها مثال للمنافكين فهم حينما يتحدثون كالأخشاب الملقاة على الحائط التي لا حياة فيها يظنون كل صوت عال واقعا عليهم وضارا بهم لعلمهم بحقيقة حالهم ولفرط جبنهم والرعب الذي تمكن من قلوبهم هم الأعداء الحقيقيون شديد العداوة لك وللمؤمنين شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فاخذ حذرك منهم المؤمن يحذر هذا المنافق أخذاهم الله وترذاهم من رحمته كيف ينصرفون على الحق إلى ما هم فيه من النفاق والضلال والعياذ بالله هؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله والآن مع تكرار الآية الكريمة مع أداب التكرار الأربع انظر وإقرأ معي بصوت مسموع وتفكر في الآيات الكريمة يعني أضع إصبعك على الكلمة وتفكر في الآيات الكريمة في حال التكرار بنية التضبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون